طيب برضو نرجع مرة تانية للتعقدات عشان نبقى بس حاطين الشكل العام للموضوع بعد كده نبقى نتكلم في التفاصيل التعقدات في النادي الاهلي لو حضرتك عندك ناشئ مثلا بيلعب في أي مكان في المركز الموجود وحضرتك عندك لعيب جبته من بره بتختار الناشئ ولا لعيب اللي جايبه من بره حسب حسب في لعيب ناشئ يكون مميز جدا فالنهارده بصد هرجع لك نقطة كنا نتكلم في الاخر بس سوالك اليها دلوقتي الناشئين النهارده في النسبة للنادي الاهلي ايوا احنا النهارده ندي الاهلي بقلنا سنتين دلوقتي بنعمل ايه بنحاول نخلق هوية واضحة هوية فنية واضحة لقطع ناشئين مع فريل اول مضبوط فالنهارده مثلا هتشوف رني فايلر في الفريل اول لما جيه كان بلعب بسيستم لعب معين دلوقتي مع موسيماني بتحاول تعمل سيستم لعب معين فبالتالي في خطاع ناشئين النهارده لو شدت خطاع ناشئين النهارده من سن 10 سنين بالذات لغاية سن 17-18 تمام وبعد كده لعشرين سنة بقى فيه لما تفرج هتلاقي سيستم لعب شكل كبير مش بايد عن بعض وكلهم زي بعض بشكل كبير مع الخواجة بروكتش اللي جمناه مع خالب بيبو احنا نهارده كان هدف بالنسبة لنا ومع اللاجنة ومع الكابتن ان احنا خطاع ناشئين كله بلعب سيستم لعب واحد كورة واحدة عشان اللاعيب في الآخر لما يطلع فريق أول ما يحسش نهو غريب احنا بقلنا كم سنة معظم اللاعب الناشئين اللي بيطلعوا من تحت لازم يطلعهم أعرق عشان يكون بدنيا وفنيا وياخد خبرة أكتر في الدور دلوقتي قصة لا احنا نهارده ماش يطلعوا أعرق اوكي لكن في نفسه برضو فيه لعيبة لازم يطلعوا دارك من ناشئين فريق أول عطول ما يحسش بالخضة فدي حاجة طبعا بتبقى عايزة وقت طيب الناشئين والشغل اللي انتو عاملينه والحياة خلال دي الفترة بس ده هنتكلم عليه في وقت ولكن اذا ده توجه نادي انا بس عايز اوصل الناس ان ده توجه نادي مش مجرد ان انا مطلع 3-4 ناشئين موديهم التشيك علشان يعملوا مش جايب احمد عبدالقادر وعمار علشان يلعبوا سنتين ومش عارف ايه لازم لازم النهاردة لازم ناشئين بتاعنا احنا ناشئين بتاعنا اللي انهاردة فيهم لعيبة مميزين جدا ولعيبة على مستوى فعلا عالي مش بقول الكلام ده عشان احنا بنتكلم عشان احنا مسؤولين في النادي فالنهاردة لازم ياخد دورهم ما ينفعش فاهمت النهاردة الدوري المصري في اللي بي تير كويسة وكل حاجة بس فكرة الشرق كتير لا لازم نعدي مرحلة دي احنا نرضي لازم كل ويندو شرق ال بعد الخمسة يبقى اربعة يبقى ثلاثة يبقى اثنين وبعد كده في الاخر التركيز يبقى الناشئين يعني ده التوجه لا طبعا ده التوجه في الفترة اللي جاي وبالمناسبة برضو وجود الناشئين وانهم يبقوا متواجدين اعتقد ان ده بيدي لك حتى رنجي الفلوس اللي انت بتتكلم فيها يبقى عندك عايز تجيب لعيب يعني مهم في مكان مهم عندك تقدر تجيبه بالفلوس اللي انت عايزت وحيبقى اقل لما تجيب ثلاثة اربعة لعيب بالزبط كده فبالتالي ده اعتقد توجه اقتصادي ومالي برضو اقتصادي ومالي ان انت حتى ناشئين كمان زي ما قلت حارك ان انت الفكرة القطاع نفسه انت نهاردة بتصفر ليه بره طلحهم بره عشان ان تاخدوا خبرات اكتر يلعبوا في لفل في اوروبا فيرجعلك فنين وبدنيا نقصة مختلفة خالص عن دوري مصري النهاردة عبدالقادر نهاردة لما راح قارن بنحن عبدالقادر قبل ما يسافر تشيك وبعد كده لما رجع عبدالقادر لما تلاعش قارة طلع على الظروف معانا كان من قبل ما حكم مهم دين مسيحة لما رجعنا عبدالقادر لأ بدنيا طبعا نقصة مختلفة خالص واحد تاني فالنهاردة لما لاع في الدوري يتحس ان فيه فرق ما كده يجي معانا في الفرقة برضو ما شو الله ما شغل كويس